تتمت رواية الأبله للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستايفسكي الفصل السادس عشر أعلن بيتيتسين أخيراً وهو يطور رسالة ويردها إلى الأمير أعلن يقول هذه قضية مؤكدة سوف تاريت دون القيام بأي مسعى خاص ثروة طائلة جداً ألت إليك من خالتك في وصية لا مجال إلى الطعن فيها على الإطلاق صاح الجنرال يقول غير معقول وكان انطلاق صيحة أشبه بذوي انفجار ولبث الآخرون فغيري الأفواه من التعجب عندئذ أخذ بيتيتسين يشرح الأمر مخاطباً إيفان فيدوروفيتش خاصة فقال إن للأمير خالة ماتت منذ خمسة أشهر هي الأخت الكبرى لأمه ولكن الأمير لا يعرفها معرفة شخصية ولم يرها في يوم من الأيام وهي من أسرة بابوتشين وكان أبوها تاجراً من الطبقة الثالثة بموسكو أفلس ثم مات فقيراً معوزاً لكن الأخ الأكبر لهذا الرجل وقد مات منذ مدة قصيرة كان يحتل مكاناً عالياً في عالم التجارة فلما مات أبناؤه منذ سنة في غضون شهر واحد مرض من شدة الحزن مرضاً شديداً ومات وكان أرملاً وليس له إلا وريث واحد هو ابنة أخيه خالة الأمير التي كانت امرأة فقيرة جداً تعيش في بيت أناس غرباء وحين آل إليها هذا الميراث كانت مصابة بداء الاستقصاء وكانت تحتضر لكنها أسرعت تكلف زالسكين بأن يبحث عن الأمير حتى لقد اتسع وقتها لأن تكتب وصيتها ويبدو أنه للأمير ولا الطبيب الذي كان ضيفاً عليه بسويسرا أراد أن ينتظر الإبلاغ الرسمي أو أن يعمد إلى التتبث من الأمر وإنما وضع الأمير الرسالة في جيبه وقرر أن يجئ إلى روسيا وختم بيت تسين كلامه مخاطباً الأمير فقال الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله لك هو أن هذا الأمر كله لابد أن يكون ثابثاً لا جدال فيه لا من جهة الواقع ولا من جهة الحق وإن في إمكانك أن تعد أقوال سالسكين في هذا الموضوع بمثابة مال في جيبك أهنئك يا أمير من الجائز أن تنال أنت أيضاً مليوناً ونصف مليون إن لم يكن أكثر من ذلك لقد كان بابوشكين وزع الثراء جاء رفيردشتينكو يقول مرحى لآخر رجل من سلالة الأمراء ميشيكين وأعوال لبيديف يقول بصوت مخمور أبح مرحى وكان الجنرال مصعوقاً من الدهشة وأنا الذي أقرضته خمسة وعشرين روبلاً كما يقرض رجل بائس ها ها أمر أغلب من الخيال طيب تهاني يا عزيزي تهاني قال الجنرال ذلك ونهض متجهاً نحو الأمير ليقبله واقتدى به آخرون فأسرعوا يحضقون جميعاً بالأمير وحتى أولئك الذين كانوا قد انسحبوا إلى الغرفة المجاورة أخذوا يظهرون في الصالون من جديد وقامت ضوضاء مضطربة فمن أحاديث مبهمة إلى صيحات تعجب بل وإلى صرخات نداء تطالب بالشامبانيا وأخذ الحضور يتزاحمون ويصدم بعضهم بعضاً كأنما أصابتهم جميعاً حما حتى لقد كادوا ينسون ناستاسيا فليب بوفنا خلال برهة من الوقت وكادوا ينسون أنها سيدة في بيتها رغم كل شيء ولكنهم تذكروا شيئاً بعد شيء في وقت واحد على وجه التقريب أن الأمير قد عرض عليها منذ هنيهة أن يتزوجها فإذا بهذا التذكر يفاقم الحالة ويجعل الوضع أشد إمعاناً في الجنون وقد دهشت توتسكي أعمق الدهشة لكنه كان لا يزيد أن يرفع كتفيه حتى لا يكاد يكون الشخص الوحيد الذي ظل جالساً أما الآخرون فقد كانوا جميعاً يحتشدون حول المائدة متسببين بفوضى وقد أكدوا فيما بعد أن نستاسيا فليب بوفنا إنما فقدت عقلها في تلك البرهة كانت نستاسيا فليب بوفنا قد لبثت جالسة وظلت بعد الوقت تجيل على الحضور بنظرة غريبة مدهوشة كأنما لم تفهم ما حدث فهي تبدل جهوداً كبيرة من أجل أن تفهم ثم التفتت إلى الأمير فجأة فحضقت إليه بانتباه عابسة مهددة ولكن ذلك لم يدوم إلا لحظة قصيرة فلعلها قد ظنت أن الأمر لم يكن إلا مزاحاً أو سخرية حتى إذا رأت الأمير تخلصت من ذلك الوهم بسرعة وعادت إلى الوجوم والتفكير وها هي ذي الآن تبتسم وكأنها لا تعرف كثيراً لماذا تبتسم ودمدمت تقول بلهجة ساخرة إذن سأصبح أميرة حقاً وألقت نظرة على داريا أليكسايفنا دون إرادة منها ثم انفجرت تضحك وتابعت كلامها فقالت هذه خاتمة لم تكن في الحسبان ليس هذا ما كنت أتوقعه هاي أيها السادة ما بالكم تظلون واقفين هل لا تفضلتم فجلستم وهل نأتمون أنا والأمير يخيل إلي أن أحداً قد طلب الشامبانيا هل لا أصدرت أوامرك يا فرديشتينكو يا كاتيا ويا باشا هكذا نادت خادمتها حين لمحتها فجأة على الباب تقدم إلي سوف أتزوج هل سمعتما؟ سوف أتزوج الأمير إنه يملك مليوناً ونصف مليون هو الأمير ميشيكين وسوف يتزوجني هتفت داريا أليكسايفنا تقول وقد هزتها هذه الأحداث هزاً عميقاً وليكن الله معك أقد آن الأوان تبعت ناستاسيا فليب بوفنا كلامها طيب يا أمير اجلس بقربي هنا وإليك الشامبانيا وهيا يا سادة اشربوا نخب صحتنا أعولت أصوات كثيرة تهتف مرحى واحتشد عدد كبير من الحضور حول زجاجات الشامبانيا واحتشد حولها خاصة جميع أفراد عصبة رجويين على وجه التقريب غير أن كثيراً من الحضور قد أحسوا رغم صراخهم ورغم استعدادهم لمزيد من الصراخ أن الجو قد أخذ يتغير على ما كان في أحداث من غموض وإبهام واضطراب لبعضهم فبدأ ينتظر التتمة مرتاباً قلقاً وتهامس بعضهم يقول إن الحالة عادية جداً والأمراء كثيراً ما يتزوج أحدهم أي تأمرأة حتى لقد يتزوج فتاة غجرية يختطفها اختطافاً أما رجويين فقد كان جامداً ساكناً يراقب المشهد وقد إنعطف وجهه بتجعيدة حيرة وجاء الجنرال إلى الأمير خلصة من جانب وهما سيقول له مرتعباً وهو يشده من كمه يا أمير يا عزيزي ثب إلى رشدك فرأته نستاسيا فليب بوفنا وسمعت كلماته فإذا هي تنفجر ضاحكة ضحكاً مجلجلاً وتقول لا يا جنرال أنا نفسي الآن أميرة سمعت ذلك بأذنيك ولن يسمح الأمير الآن بأي إهانة يا أتنازي إيفانوفيتش أنت على الأقل هنئني سوف أستطيع بعد الآن أن أجلس في كل مكان إلى جانب زوجتك ما رأيك؟ أليس لمثل هذا الزوج نفع؟ مليون ونصف المليون وهو عدا ذلك أمير وفوق هذا كله يقال إنه أبله فهل هناك ما هو خير من ذلك؟ الآن إنما ستبدأ الحياة حقاً فات الأوان يا رجويين جئت متأخراً خذ حزمتك سوف أتزوج الأمير أنا أغنى منك لكن رجويين كان قد أدرك أخيراً ما يجري فارتسمت على وجهه علامات ألم لا سبيل إلى مغالبته وضم يديه إحداهما إلى الأخرى متضرعاً وأفلتت من صدرته أن تتوجع ثم هتف يقول للأمير تنازل عن طلبك فأخذ الحضور يضحكون من حوله وانبرت داريا أليك سعيفنا تجيب منتصرة يتنازل لك أنت طبعاً أليس كذلك؟ انظر إلى هذا الفلاح الذي يلقي ما له على المائدة إن الأمير يتخذها زوجة له أما أنت فتجيء لفضيحة أنا أيضاً أتزوجها فوراً في هذه اللحظة وسوف أدفع كل شيء قالت داريا أليك سعيفنا مستاءة أنظروا إلى هذا السكراني الخارج من الخمارة يجب أن يطرد واشتدت ضحك فقالت ناستاسيا فليب بوفنا وهي تلتفت نحو الأمير هل تسمعوا يا أمير؟ انظر كيف يساوم فلاح ليشتري خطيبته قال الأمير إنه سكران وهو يحبك كثيراً ألن تخجل من أن خطيبتك قد أوشكت أن تهرب مع رجويين كنت تعانين من حمى وما تزالين فكأنك كنت تهدين ألن تخجل أيضاً حين يقال لك في المستقبل إن زوجتك كان يعولها توتوتسكي خليلة له لا لن أخجل إن ذلك لم يحدث بإرادتك ألن تأخذ علي هذا الأمر في يوم من الأيام؟ أبداً انتبه لا تورط نفسك على مدى الحياة قال الأمير برفق وهدوء وبعاطفة تشبه أن تكون شفقة ناستاسيا فليب بوفنا لقد قلت لك منذ لحظة إنني أعد موافقتك شرفاً لي وإنك أنت التي تشرفينني للعكس وقد ابتسمت أنت لأقوالي هذه وسمعت من حولي ضحكات جائز أن تعبيري كان مضحكاً جداً وأنني كنت أنا نفسي مضحكاً جداً لكنني أعتقد بأنني أفهم أين هو الشرف وأنا على يقين من أنني قلت الحقيقة منذ قليل كنت تريدين أن تضيعي نفسك تضيعاً لا عودة منه ولا رجعة عنه لأنك لو فعلت لما غفرت لنفسك ذلك السلوك في يوم من الأيام وأنت مع ذلك لم تأثام في شيء يستحيل أن تكون حياتك قد ضاعت ضياعاً تاماً ما قيمة أن يكون رجويين قد سعى إليك وما قيمة أن يكون جابرييل أرديالونيتش قد حاول أن يخذعك على ما العودة إلى هذا بغير انقطاع إنما فعلته أنت لا يقدر عليه إلا قليل من الناس أكرر لك هذا أما الرحيل مع رجويين فقد اتخذت فيه قرارات وأنت مريضة وإنك ما تزالين مريضة إلى الآن وما تزالين تعانين من حمى وخير ما يمكن أن تفعلينه في هذه اللحظة هو أن تمضي إلى فراشك فتنامي ولو قد تبعت رجويين لتركته منذ الغدات ومضيت تعمالين غسالة إنك ذات كبرياء يا نستاسيا فليب بوفنا ولسوف أعتني بك وأصهر عليك في هذا الصباح حين رأيت صورتك أحسست أنني أرى وجها أعرفه لقد شعرت فورا بأنك قد سبق أن ناديتني سوف أحترمك كثيرا يا نستاسيا فليب بوفنا بهذا ختم الأمير كلامه بغتة على غير توقع وحمر وجهه حين تذكر نوع الناس الذين كان يتكلم أمامهم وكان بيتيتسين قد خفض رأسه حياء وأطرق إلى الأرض وقال توتوتسكي بينه وبين نفسه هو أبلاه نعم لكنه يعرف أن لا شيء يساوي المديح يعرف هذا بالفترة ولاحظ الأمير أيضا ما كان من شرر في نظرة جانيا الذي كان يحدجه من ركنه حانقا كأنه يريد أن يحيله رمادا وهتفت داريا أليكسايفنا تقول وقد فاضت نفسها عاطفة وحنانا هذا ما يسمى قلبا طيبا ودمدم الجنرال يقول بصوت خافت رجل مثقف لكنه ضائع وقالت نستاسيا فليب بوفنا شكرا يا أمير ما من أحد قال لي مثل هذا الكلام حتى الآن كانوا يضعون لي سعرا ويحددون لي ثمنا ولكن ما من رجل شريف طلبني للزواج في يوم من الأيام هل سمعته يا أتان عزي إيفانوفيتش؟ ما هو الأثر الذي أحدثته في نفسك كلمات الأمير؟ أغلب الظن أنك تجد هذا كله يكاد يكون بعيدا عن اللياقة والحشمة يا رجويين انتظر لحظة على كل حال لا أرى أنك تنوي الإنصراف ما يزال من الجائز أن أرحل معك إلى أين كنت تريدين أن تأخذيني؟ قال لي بيديف من الركن الذي هو فيه إلى إيكاتيرنهوف بينما لم يزد رجويين على أن ارتعش وكان ينظر بكل عينيه وكأنه لا يصدق أذنيه كان مصعوقا كمن ضرب على رأسه بغتة وهتفت داريا أليكسايفنا تقول مروعة ما هذا الذي تقولينه يا عزيزتي؟ أتراكجون أنت؟ فصاحت ناستاسيا فليببوفنا تقول وقد انفجرت ضاحكة ونهضت واثبة هل أخذت كلامي ما أخذ الجد إذن؟ أأنا أرضى أن أضيع حياة بارئ ذلك أمر خليق بأن يفعله أتنازي إيفانوفيتش فهو إمرء يحب أن يفسد على الأبرياء حياتهم هلما نرحل يا رجويين؟ هيئ حزمة الأوراق المالية ليس أمرا هاما أن تريد أن تتزوجني حسبك أن تدفع مالا ومن الجائز أن لا أقبل أن أتزوجك هل تصورت أن تقدم لي الزواج وأن تحتفظ لنفسك بالمال؟ لست غبية إلى هذا الحد أنا أيضا قليلة الحياء خالعة العذار لقد كنت خليلة توتوتسكي أعاشره سفاحا يا أمير أنت الآن في حاجة إلى أجل يا إيفانوفيتشين لا إلى ناستاسيا فليب بوفنا ولو ارتكبت هذه الحماقة لأصبحت مضغة في الأفواه ولا أشار إليك بأصبعه حتى رجل مثل فيرديشتينكو أأنت لا تخشى ذلك ولكنني أخاف أن أكون سبب ضياعك وأخاف أن تلومني على هذا في المستقبل أما ما تقوله عن الشرف الذي أصبغه عليك إذا أنا تزوجتك فإن توتوتسكي يعرف من أمر هذا الشرف ما يجب أن يعرف فهكذا أنتم جميعا ينبغي لكم أن تختاروا بين المرأة الشريفة والغانية البغي وليس تمت خيار آخر فإذا لم تفعلوا ذلك تحيرتم وارتبكتم واختلطت أموركم انظروا إلى الجنرال كيفما يزال فاغرا فما قال الجنرال مرددا وهو يرفع من كبيه هذه مدينة سادوم كان الجنرال قد نهضه أيضا وكان جميع الحضور قد وقفوا على كل حال وكانت ناستاسيا فليب بوفنا كمن جن جنونها قال الأمير في أنين وهو يلوي يديه حصرة ولوعة أهذا ممكن؟ فردت ناستاسيا فليب بوفنا تقول أكنت تظنه مستحيلا قد أكون أنا نفسي ذات كبرياء مهما أكون قليلة الحياء خالعة العذار لقد قلت منذ هنيها إنني امرأة كاملة يا لهذه المرأة الكاملة التي تلقي بنفسها في الوحل لا لشيء إلا لأن تفخر بأنها ركلت بالقدمين مليونا ولقب أمير أنا أصلح لك زوجة بعد هذا يا أتانازي إيفانوفيتش لقد رميت المليون من النافذة فعلا فكيف أمكنك أن تتصور أنني سأعد نفسي سعيدة بأن أتزوج جانيشكا مدفوعة إلى ذلك بإغراء الخمسة والسبعين ألف روبيل التي تدفعها خذ روبيلاتك البالغة خمسة وسبعين ألفا يا أتانازي إيفانوفيتش إنك لم توصلها حتى إلى مئة ألف فتفوق عليك رجويين أما جانيشكا فسوف أتولى مواساته بنفسي لقد خطرت ببالي فكرة والآن أريد أن ألهو أن أقفف ألست من بنات الشوارع قضيت عشرة سنين في السجن وقد آن لي أن أصبح سعيدة هلما يا رجويين هيئ نفسك لنرحل فزأر رجويين يقول وقد كاد يجن فرحان لنرحل هاي أأنتم هاي أنتم نريد خمرا هاي خمرا سوف أشرب وهل سنسمع موسيقى نعم سنسمع موسيقى سنسمع موسيقى كذلك أجاب رجويين فلما رأى داريا أليكسايفنا تتقدم نحو نستاسيا فليب بوفنا جار يتابع كلامه قائلا لا تقترب لا تقترب إنها لأنا كل شيء كل شيء لأنا هي ملكتي انتهى الأمر كان يختنق فرحان وكان يدور حول نستاسيا فليب بوفنا صارخا يقول لكل واحد لا تقترب وقد تجمعت عصبته كلها في السالون فبعضهم يشرب وبعضهم يصرح ويضحك ضحكا صاخبا وجميعهم مهتاج يشعر بفرح غامر وكان فرديشتينكو يحاول منذ ذلك الحين أن يجد له مكانا بينهم وتحرك الجنرال وتوتوتسكي مرة أخرى يريدان أن ينسحب وكانت جانيا قد حمل قبعته بيده هو أيضا لكنه ظل أخرصا لا ينطق بحرف وظل جامدا لا يتحرك كأنه عاجز عن انتزاع نفسه من المشهد الذي يجري أمامه لا تقترب كذلك كان يجأر رجويين فانفجرت نستاسيا تضحك وتقول له ما بالك تصرخ هكذا أنا ما زلت في داري سيدة نفسي تكفي إشارة واحدة مني حتى تطرد شر ترده أنا لم أخذ مالك بعد ما يزال المال في مكانه هاته إلى هنا اعطني الحزمة كلها أهذه الحزمة هي التي تضم مئة ألف روبيل؟ فضاعة ولكن ما بك يا داري أليكسا ييفنا أكان يجب علي حقا أن أفسد حياته؟ سألت هذا السؤال وهي تومئ إلى الأمير كيف يمكنه أن يتزوج وهو ما يزال في حاجة إلى مربية أطفال؟ سوف ينوب الجنرال عن مربية الأطفال سوف يقوم له بهذا الدور انظري كيف يحوم حوله ويدلله انظري يا أمير إن خطيبتك قد أخذت المال لأنها مومس وأنت كنت تريد أن تتزوجها ولكن ما بالك تبكي؟ أتجد في هذا مرارة شديدة؟ اضحك ميتلي كذلك تابعت نستاسيا فليببوفنا كلامها وقد تلألأت على خذيها هي أيضا دمعتان كبيرتان وواصلت تقول اتكل على الزمن سوف ينقضي كل شيء لأن يغير المرء رأيه الآن خير من أن يغيره في المستقبل ولكن ما بالكم تبكون جميعا هذه كاتيا تدرف الضموع هي أيضا لماذا تبكين يا كاتيا؟ يا صغيرتي سوف أترك لكم أنت واب باشا أشياء كثيرة لقد اتخذت لهذا الأمر ما يجب اتخاذه من تدابير والآن وداعا أنت الفتاة الشريفة كنت أجبرك على أن تخدمينني أنا العاهرة هذا أفضل يا أمير حقا هذا أفضل وإلا سوف تحتقرني في النهاية فلا تتحقق لنا سعادة لا تحلف الإيمان المغلضة فلن أصدقك ما كان أسخفة أن أوافق على أن نتزوج لا يا أمير إن الأفضل أن نفترق على صداقة لأنني أنا أيضا حالما فلو تزوجنا لما كان في ذلك أي خير حلمت بك زمنا طويلا منذ أن كنت بالريف عنده قضيت هناك خمس سنين وحيدة تماما فكنت أنتقل من خواتر إلى خواتر ومن أحلام إلى أحلام أتى وصلت إلى تصوري رجل مثلك طيب شريف رقيق غبي بعد الغباء أيضا يأتيني على حين فجأة فيقول لي ما أنت بآثمة يا نستاسيا فليب بوفنا إنني أحبك وأعبدك نعم كنت أسترسل في الأحلام أحيانا إلى درجة الجنون فإذا بهذا الرجل يصل ليقضي شهرا أو شهرين كل عام ثم يتركني مهانة ملطخة الشرف بالعار مهتاجة مدنسة أردت ألف مرة أن ألقي بنفسي في الغدير لكنني كنت جبانة فأعوزتني الشجاعة والآن أنت مستعد يا رجويين كل شيء مهيأ ورددت عدة أصوات تقول كل شيء مهيأ وعربات ترويكا تنتظر تحت مع أجرسها تناولت نستاسيا فليب بوفنا حزمة الأوراق المالية بيدها وقالت يا جانيا خطرت ببالي فكرة أريد أن أعوض عليك خسارتك لماذا ينبغي أن تفقد كل شيء يا رجويين هل تعتقد أنه مستعد أن يزحف منبطحا حتى فاسيلي فيتسكي في سبيل ثلاثة روبيلات نعم إنه مستعد أن يزحف منبطحا فاسمع إذن يا جانيا أريد أن أتأمل نفسك مرة أخيرة لقد عدبتني طوال ثلاثة أشهر وجاء الآن دوري أنا هل ترى تلك الحزمة؟ إنها تضم مئة ألف روبيل سوف أرميها في الموقد على مرءا من جميع الحضور ليكونوا كلهم شهودا فمتى أمسكت النار بها من كل جهة؟ فأسرع أنت إلى الموقد ولكن بدون قفازين بل عاري اليدين وارفع كمك واستل الحزمة من النار فإذا أفلحت في ذلك كانت المئة ألف روبيل لك أنت لن يكون عليك إلا أن تحرق أصابعك قليلا ولكن المكافأة مئة ألف روبيل فكر في الأمر هل يستغرق استلالها وقتا طويلا؟ لا وفي أثناء ذلك سيتاح لي أن أعجب بنبل نفسك وعلو همتك بينما أنت تنشيل مالي من النار الجميع شهود على أن المال سيكون مالك أنت أما إذا لم تنشيل أنت الحزمة من النار فسوف تحترق الحزمة لن أسمح لأحد بأن ينتشلها ابتعدوا جميعا إلى الوراء إلى الوراء المال مالي أنا هو ثمن ليلتي مع رجويين هل هذا المال مالي أنا يا رجويين؟ لك أنت يا فرحتي لك أنت يا ملكتي فابتعدوا إذن إلى الوراء ابتعدوا كلكم أنا أفعل ما أشاء لا تضايقوني يا فرديشتينكو هركي النار لتشتعل قليلا فأجابها فرديشتينكو يقول مسعوقا لا تطاوعني يداي يا نستاسيا فليب بوفنا فهتفت نستاسيا فليب بوفنا تقول طيب طيب وأمسكت الملقط فحركت الجمر حتى إذا ارتفعت ألسنة اللهب رمت الحزمة في الموقد صرخ الجميع حتى إن كثيرين منهم رسموا على أنفسهم إشارة الصليب وارتفع من جميع الجهات صياح يهتف مجنونة مجنونة وهمس الجنرال في أذن بيتتسين قائلا أليس الأفضل أن نوثقها بالحبال أو أن نستدعي هي مجنونة أليس كذلك مجنونة حقا فأجابه بيتتسين بصوت خافت شحب الوجه مرتعش الجسم عاجزا عن تحويل بصره عن الحزمة التي أخذت النار تمسك بها لا ليس هذا بالجنون تماما فاتجه الجنرال عند إيد إلى توتوتسكي يسأله مجنونة أليست مجنونة فدمدم إيفانوفيتش يقول شاحب الوجه هو أيضا ألم أقول لك إنها امرأة طريفة مئة ألف روبيل وسمعت من جميع الجهات صيحات تقول يا لطيف يا رب احتشد الحضور جميعا قرب الموقد يحاولون جميعا أن يروا وأن يطلقوا جميعا صيحات الدهشة حتى لقد اعتلى بعضهم كرسيا وراح ينظر من فوق رؤوس الآخرين وكانت داريا أليكسايفنا قد أسرعت إلى الغرفة المجاورة مروعة الهيئة توشوش كاتيا وباشا وكانت الألمانية الجميلة قد ولت هاربة جأر البيديف قائلا وهو يزحف على ركبته أمام نستاسيا فليب بوفنا ويمد ذراعه نحو الموقد ماتوتشكا أيتها الملكة القادرة على كل شيء هذه مئة ألف روبيل مئة ألف رأيتها بعيني حزمت أمامي ماتوتشكا الرحيمة إئموريني فأرمي جسمي كله في الموقد وأضع في النار رأسي الأشيب إن عندي امرأة مريضة فاقدة الصاقين وثلاثة عشر طفلا هم جميعا يتاما لقد دفنت أبي في الأسبوع الماضي إنهم يتدورون جوعا نستاسيا فليب بوفنا كذلك زأر البيديف وأخذ يزحف نحو الموقد فصرخت نستاسيا فليب بوفنا تقول وهي تدفعه إلى الوراء ابتعدوا جميعا ماذا تنتظر يا جانيا لا تستحي هلومة هذه فرصتك لكن جانيا كان قد تحمل كثيرا خلال ذلك النهار وتلك الليلة فلم يكن قد تهيأ لهذا الامتحان الأخير الذي لا يتوقع إن شطر الحشد أمامه إلى شطرين فإذا بيت جانيا يصبح قبالة نستاسيا فليب بوفنا وجها لوجه على مسافة ثلاث خطوات كانت واقفة عند الموقد تنتظر دون أن تحول عنه نظرتها الملتهبة الثابتة إن جانيا يقف الآن برداء الفراك حاملا قبعته بيده صامتا لا يجيب ولا يتحرك عاقدا ذراعه على صدره يتأمل اللهب وكانت ابتسامة تائهة تطوف بوجه شاحب شحوبا شديدا صحيح أنه كان لا يستطيع أن يحول عينيه من النار وعن الحزمة التي أخذت تسود غير أن شيئا جديدا كان يبدو أنه اجتاح نفسه واستولى عليها لكأنه حلف ليتحمل أن التعذيب حتى النهاية فهو لا يبدي حراكا حتى أصبح واضحا للجميع بعد بضع لحظات أنه لن ينتشل الحزمة من النار لأنه لا يريد ذلك وكانت نستاسيا فليب بوفنا تصرخ قائلة له ستحترق الحزمة فيكون اللوم عليك ولا تشنقن نفسك حزنا وكمذا بعد ذلك لست أمزح إن النار التي نبعت في أول مرة ما بين حطبتين خامدتين قد بدأ عليها بعد ذلك أنها أخذت تنطفئ تحت وطأة الحزمة غير أن لهبا رقيقا أزرقا ما يزال عالقا بطرف من الحطبة وأخيرا جاءت شرارة دقيقة سوف تمس الحزمة ثم تجري على طوال الورقة التي تلفها حتى زواياها ثم إذا بالنار تمسك الحزمة كلها فجأة فيخرج منها لهب ساطع وإذا بالحضور جميعا يصيحون عدل ببيديف يعول قائلا وهو يتجه نحو الموقذ من جديد ماتوتشكا ولكن رجويين أمسكه ودفعه ولم يكن رجويين نفسه إلا نظرة جامدة كان لا يستطيع أن يحول بصره عن ناستاسيا فليب بوفنا وكان يشعر من ذلك بنشوة وسكر كان في السماء السابعة كان يهتف قائلا وقد جن جنونه ثملا هذه ملكة حقا هذه من بلدنا فعلا من منكم؟ يا عصابة من أوغاد يستطيع أن يفعل مثل الذي تفعل وكان الأمير يراقب المشهد حزينا صامتا قال فرديشتينكو مقترحا أنشلها بأثناني إذا كفئت بورقة واحدة خيمتها الفروبيل فجأر الرجل ذو القبضتين الضخمتين الذي كان واقفا وراء الجميع الذي كان واقفا وراء الجميع جأر يقول وقد اعترته نوبة كرب هائلة أنا مستعد أن أنتشلها بأثناني أيضا ثم صاح يقول وقد رأى اللهب إنها تحترق سوف يحترق كل شيء سوف يحترق كل شيء وهتف الجميع بصوت واحد أخذت تحترق أخذت تحترق واندفع الجميع تقريبا نحو الموقد قالت نستاسيا جانيا لا داعي إلى التحرج لا تستحي أقول لك هذا آخر مرة أعوال فرديشتينكو قائلا وهو يهجم على جانيا كالمسعور ويشده من قمه هل أم أيها المتبجه سوف يحترق المال أوه نحس تصدت جانيا لفرديشتينكو فدفعه بكل قواه واستدار ومشي نحو الباب لكنه ماء خطى خطوتين حتى ترنح وسقط على الأرض فصاح الحضور يقولون اغماء وعاد لبيديف يزعق ضارعا ما توتشكا سوف تحترق وزأر الحشد من كل جهة سوف تحترق بلا سبب وصرخت نستاسيا فليببوفنا مناديتان يا كاتيا يا باشا جئاه بماء وجئاه بخمرة ثم أمسكت الملقط وانتشلت الحزمة كانت الورقة التي تلف الحزمة قد احترقت كلها تقريبا وهلكت ولكن أمكن أن يرى فورا أن ما بداخلها لم يمسه أي أذى كانت الحزمة ملفوفة بثلاثة صحافر من ورق الجرائد وكان المال سليما تنفس الجميع الصعضاء قال لبيديف بحنان لعل ورقة واحدة بألف روبل قد فسدت ذلك في أكثر تقدير أما الباقي فسليم لم يمسسه سوء هتفت نستاسيا معلنة وهي تضع الحزمة قرب جانيا هذه الأموال كلها له الحزمة كلها له هل تسمعون كلامي يا سادة؟ لقد ملك من القوة ما أتاح له أن يأخذها لقد صمد هذا دليل على أن كبرياء ما تزال أكبر من جشعه لا تقلقوا لا تقلقوا سوف يفق من إغمائه ولولا أنه قد أغمي عليه لكان من الممكن أن يقتلني ها هو ذا يفق منذ الآن يا جنرال يا إيفان فيدوروفيتش يا داريا أليكسايفنا يا كاتيا يا باشا يا رجويين هل سمعتموني؟ إن الحزمة كلها له له هو للجانيا أهديها إليه وأملكه إياها تعويضا له عما لا يدري قولوا له ذلك فلتبقى الحزمة بقربه يا رجويين هل أم سير وداعا يا أمير هذه أول مرة أرى فيها كائنا إنسانيا وداعا يا أتنازي إيفان فيدوروفيتش وشكرا وصارت عصبة رجويين كلها نحو باب الخروج بضجة وصخب وضوضاء وصراخ يدوي في البيت كله صارت تتبع رجويين وانستاسيا فليب بوفنا وفي القاعة ألبستها كاتيا وباشا معطفها وهرعت الطباخة مارتا من مطبخها فقبلتهن نستاسيا فليب بوفنا جميعا سألنها وهن يبكين ويقبلن يديها هل يمكن يا ماتوتشكا أن تتركيني حقا وإلى أين عساك تذهبين وفي يوم عيد ميلادكي في يوم كهذا اليوم أذهب إلى الشارع يا كاتيا سمعت ذلك هناك مكاني إلا أن أعمل غسالة سأمت أتنازي إيفانوفيتش أبلغه سلامي ولا تظن بي سوءا وهرع الأمير نحو باب الخروج كان الجميع قد أخذوا يستقروا في عربات الترويكا الأربع التي كانت أجرسها تتحرك بغير انقطاع واستطاع الجنرال أن يدركه في السلم قال له وهو يمسكه من ذراعه ما هذا يا أمير ثب إلى عقلك أتركها أقد رأيت كيف هي أقول لك هذا قولة أب نظر إليه الأمير ولكن دون أن يقول كلمة واحدة ثم انتزع دراعه منه وهبط السلم راكضا واستطاع الجنرال وهو واقف على درجات المدخل الذي بارحته عربات الترويكا منذ هنيها استطاع أن يرى الأمير يثب إلى أول مركبة ويصبح مهيبا بالحودي إلى إيكاتيرنهوف إتباع عربات الترويكا ثم وقفت عربة الجنرال الفخمة أمام درجات المدخل فركبها ومضى إلى منزله بآمال جديدة وحسابات جديدة وبعقد اللآلئ الذي حاضر أن ينساه وفي وسط تلك الحسابات تراءت له صورة نستاسيا فليب بوفنا الفاتنة الأخ خادة مرة أو مرتين فتنهد يقول خسارة خسارة حقا امرأة ضائعة مجنونة نعم ولكن ما أصبح الأمير يحتاج إليه الآن ليس امرأة مثل نستاسيا فليب بوفنا فلعل من الخير أن جرت الأمور هذا المجرى إن أقوالا فيها عبر كهذه العبار تقريبا قد نطق بها شخصان آخران من ضيوف نستاسيا فليب بوفنا قرر أن يسير معا بضع خطوات فقد قال إيفان فيدوروفيتش بيتتسين يخاطب أتنازي إيفانوفيتش هل تعلم يا أتنازي إيفانوفيتش يظهر أن في بلاد اليابان تقاليد من هذا النوع يذهب الشخص المهان إلى الشخص الذي أهانه فيقول له أنت أهنتني فلذلك جئتك الآن أبقر بطني أمامك ثم يبقر بطنه على مرأة من الشخص الذي أهانه ولعله يشعر بارتياح كبير ورضا عظيم كأنه انتقم لنفسه فعلا ما أكثر الطبائع العجيبة في هذا العالم يا أتنازي إيفانوفيتش فأجابه أتنازي إيفانوفيتش مبتثما فأنت ترى إذا أن شيئا من هذا القبيل هو ما حدث الآن هم أمر فكه على كل حال وتشبيه بديع ولكنك رأيت بنفسك يا صديقي العزيز جدا إيفانوفيتش أنني قد فعلت من جهتي كل ما كان في وسعي أن أفعله لا يمكنني أن أفعل المستحيل على كل حال يجب أن توافقني على هذا ولكن يجب أن توافقني أيضا على أن هذه المرأة كانت لها مواهب رفعة وميزات ساطعة لو استطعت منذ قليل أن أجيز لنفسي وسط مدينتي صدوم هذه أن أفصح عما يدور في خاطري لا وددت أن أجيبها بقولي إنها هي نفسها إنها هي نفسها أكبر مبرر وأعظم مصوغ لي تجاه جميع تلك التهم من ذا الذي يمكنه أن لا تقويه هذه المرأة في بعض الأحيان إلى حد يفقد معه عقله وسائروا ما عدا ذلك انظر إلى ذلك الجلف رجويين الذي أتاها بمئة ألف روبيل هب كل ما حدث هناك منذ قليل عرضا طارئا واندفاعا رومانسيا لا داعي إليه لكنه في مقابل ذلك غني بالألوان طريف أعظم الطرفة عليك أن تعترف بهذا حين أفكر فيما كان يمكن أن يخرج من اجتماعي طبع كهذا الطبع وجمال كهذا الجمال لكن كل شيء ضاع رغم جميع جهودي بل ورغم كل ما هيئته لها من أسباب التربية والثقافة هي ماسة لم يمكن سقلها قلت ذلك غير ما مر قال أتنازي إيفانوفيتش ذلك وزفر زفرة عميقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر